في بادرة إنسانية إماراتية جديدة افتتح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في الضعين غرب السودان بمساحة بلغت 3800 متر مربع المستشفى الذي يضم أحدث التقنيات الطبية ويعد الأكبر في ولايات دارفور يأتي بهدف تعزيز جهود السودان في مكافحة جائحة كورونا المزيد في تقرير سامي شناوي من الخرطوم مواصلة عطاءها الإنساني بوتيلة متصاعدة الإمارات تفتتح مستشفى ميداني متكاملا في مدينة الضعين مستشفى الشيخ محمد بن زايد النهيان حفظه الله يعد الأكبر في ولاية دارفور وتم تجهيزه لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في التخصصات كافة وليسيم في حل الكثير من المشكلات الصحية التي كانت تعاني منها ولاية شرق دارفور ولينضم إلى مئات الصروح الإنسانية الإماراتية في سودان العهد المباد ضن عليها بأي مستشفى حتى هطل علينا مزن الشيخ محمد بن زايد وهو ليس في وسعه واتساعه ومعدات المستشفى يضاهيه في غرب السودان وإنما على مستوى غرب إفريقيا والحمد لله أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار قيمة المشاريع الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات في السودان في السنوات الأخيرة فيما أكد سفير الدولة في الخرطوم على أن مشاريع الإخاء والمحبة بين الشعبين ستظل مستمرة في كل ولاية السودان إن هذا المستشفى الذي يعتبر من أكبر المستشفيات وأحدثها في غرب السودان هدية من الشيخ محمد بن زايد ويمثل إضاءة مهمة في طريق الأخاء والمحبة بين الشعبين الشقيقين الحكومة السودانية أشادت بمواقف دولة الإمارات الدائمة لسودان في شتى المجالات ومساندتها له في المحافل الإقليمية والدولية بجانب ما تقدمه لمواطني سودان من خدمة تنموية وصحية وقابلت هذا العمر الإنساني بالثناء والشكر لدولة الإمارات حكومة وشعب وعلى هذه الملحة التي تعزز أواصل الإخاء والمحبة بين شعبي البلدين هذا الصرح الشامح الذي قدمه سمو ولي أحد دولة الإمارات العربية المتحدة هدية لأهله في ولايات دارفور مواطنون العزاء لابد لنا ونحن في هذا المغام أن نشكر إخوتنا في إمارات الخير على وقفتهم مع أهلهم في دارفور الحضور الإنساني والإماراتي في السودان يعد منارة في العديد من مناطق السودان وتمثل هذه المساعدات المتنوعة فلسفة دولة الإمارات القيمة على مبدأ تعزيز التكافل والتضامن بين شعوب العالم والواجب الأخلاقي تجاه الشعوب الأكثر حاجة سامي شنوي لأخبار الإمارات الخرطوم ترجمة نانسي قنقر